مشروع قانون يحدد شراط تشغيل العماء المنزليين ويسمح بتشغيل قاصرين ابتداء من 16 سنة أثار جدل واسعاً داخل الأوساط السياسية والجمعوية الحكومة تعتبر مشروع القانون خطوة أمام جاءت لتغطي فراغاً قانونياً أنقذ العماء المنزليين من غياب الحماية القانونية من أهم المستجدات لجابيها المشروع هو تأطير العلاقة الشغلية في إطار عقد عمل وهذا ما كانش من قبل ثانياً تحديد سن الأدنى للعمل في 16 سنة هذا بالنسبة للعمل العادي وبالنسبة للأشغال التي يمكن تشكل خطورة على العماء المنزليين تم تحديد سن في 18 سنة هذا ناهيك على مشموعة الحق كالأجر كالمدة العامة التي لم تكن محددة وأصبحت محددة في 48 ساعة بالنسبة للعمم و40 ساعة ما بين 16 و18 سنة وما تكلمش على الإجازة السنوية المؤدة عنها الراحة الأسبوعية وتعويضات الفصل إلى آخر هذه مجموعة الحقوق كلها مكتسبة ومن شأنها أنها تحققنا العمل اللائق لهذه الفئة من الأشغال ومن شأن هذا كذلك أن أهلت شريع دينا لكي يمكننا صدقوا على الاتفاقية الدولية ذات الصيلة بالموضوع التي هي 189 متعلقة بالعمل اللائق الخاص بالعاملات والعمل المنزليين مشكية السن هي أكثر ما أثار النقاش إذ يرى معارض القانون أن الدستورة المغربية الجديد حددت سن البلوغ في 18 سنة ما يجعل المشروع حسبهم خارج الإطار الدستوري أنا بني سبلي السن الدستور المغربي حدد السن القانونية في 18 سنة إذن أي سن أقل من هذا هو صاحبه غير ممتلك لقراره غير ممتلك لحقه في أن يقرر بنفسه اختياراته الذي لا يزال لديه ولي أمر الذي ينتفع من وراء تشغيله الذي ينتفع من وراء مجهوده وهذا بالنسبة لمرفوض ممكن أن نعطي ثلاث سنوات مثلا لكي ننتقل من مرحلة إلى مرحلة مرحلة انتقالية ولكن من حيث نبدأ يجب الإقرار بأن يجب على الأطفال أن يبقوا خارج الشغل خاصة أن العمل المنزلي سيعتبر من أعمال الشاقة وعارفنا نحن المعاناة التي يعانوا هذه الأطفال لم يكن ينعسوا حتى ينعسوا آخر واحد في الدار وهم الولد الذين يقوموا وإن كانوا صغار فبالتالي هذه المبررة كلها مبررة واهية وهذه وصمت عار بالنسبة للمغرب ليس بالنسبة للحكومة بالنسبة للمغرب الأيام القليلة القادمة يبدو أنها ستشهد المزيد من جدل بشأن مشروع القانون جدل من شأنه أن يعيد الواجهة إشكال تشغيل القاصرات والهادر المدرسي